عبادة السر وطاعة الخفاء من أعظم القربات فهي تكفر السيئات وترفع الدرجات وتزيل القربات وهي زينة العبد في خلوته وزاده من الدنيا لآخرته ومن هنا كان السلف يستحبون أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح لا يعرفها أحد حتى قال بعضهم لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاية لفعلت وهذا يدل على صدق إيمانهم وإخلاصهم لله ومن هؤلاء الصالحين عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كما روية عن عبد الله بن سنان قال كنت مع ابن المبارك ومعتمر بن سليمان في ترسوس رحمهم الله جميعا وخرج الناس لنافير وخرج رومي يطلب المبارزة فقاتل ستة من المسلمين وجعل يتبختر بين الصفين ولا يخرج إليه أحد التفت ابن المبارك إلي وقال إن قتلت ففعل كذا وكذا ثم خرج للعلج وقتل ستة علوج ثم غاب عن الأنظار ثم عاد إلي وقال لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي فكذا وكذا أي يتوعده بأن يخفيه ولا يتكلم هكذا كان علماء السلف الصالح يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة كما يحرص الناس اليوم على إخفاء أخطائهم وتقصيراتهم وكان ذلك منهم علامة على سق إيمانهم وإخلاص نياتهم فإذا أردت أن تصلح قلبك فاعمل الخير واجعل نيتك خالصة لله ولا تنتظر ثناء الناس أو مدحيهم ترجمة نانسي قنقر